يسعد لواتكم جميع معكم شار رسلان وبهذا الفيديو ان شاء الله منكفه بسلسلة تعلم اللغة الالمانية العامية فبتمنى من كل الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس هتوصلكم للفيديوهات الاديمي وجديدة ونبلش بدون التأخير بعد الفاصل المصطلح الاول بحلقتنا لليوم هو هو أب هو أب له كتير معاني باللغة العربية وخصوصة باللغة العامية عنا على سبيل المثال لما يعني بتنزعج من واحد او بدك يا انه يروح بتجي بتقول له انت حليق فرجيني عرضك تافك زحليط دي يلا من هون هاي المصطلحات كلها بمثلة باللغة الالمانية بمثلة باللغة الالمانية يعني روح يعني اغرب عن وجهي تمام ازن باللغة العربية العامية فيه الى كتير معاني وكتير مصطلحات وكل واحد يعني بكل محافظة الى شي يعني الى يعني مصطلح غير عن اه مختلف عن المحافظات البائية فلهيك هذا المصطلح دايما اسمه هاو أب اللغة العامية يعني حليق فرجيني عرضك تافك انقلع تمام اذا بهذا الشكل من نستخدم هالمصطلح هذا ننتقل للمصطلح اللي بعده المصطلح التاني هو مالت سايت مالت سايت بمثلة باللغة الالمانية هي وجبة الاكل او دايما يعني فيه شي بيربطة بالاسن يعني هي دايما بتدل على الاسن ومعناتها هي وجبة اكل ولكن شو علاقة وجبة الاكل بمصطلحنا لليوم المصطلح هذا ازا حدا قلكن يا طبعا هذا المصطلح يستخدم باللغة الالمانية فقط بوقت الظهر يعني فقط بوقت الظهر وطبعا هذا المصطلح شائع بين العالم يعني اللي بيكون عم يشتغله وخصوصا بفترة الظهر يعني مالت سايت لما بيجي حدا واحد عندك بيقول لك مالت سايت معنات هو عم يقول لك مرحبا او عم يقول لك كأنه يعني فينا نقول صحة وهنا ليش لانه هون هو دايما عم يربط المالت سايت بيعني استراحة الظهر تمام ازا مالت سايت بماسة باللغة الالمانية يعني هلو ولكن تستخدم بس بفترة الظهر وخصوصا يعني بين الشباب وبين البنات يعني اللي بيكونوا بالشغل يعني اذا حدا قلنا مالت سايت فينا نرد عليه بمالت سايت او فينا اللو هالو تمام؟ ها هيك نستخدم هالمصطلح هذا ننتهل هل المصطلح اللي بعده المصطلح اللي بعده هو بوك هابن بمثلا بلغة الالمانية لستهابن يعني نستخدمها دايما بالامغان في الشباخة ونستخدمها لحتى نعبر عن شيء مالنا رغبي فيه يعني مثلا من شكل جملة هلا بالشكل التالي منقول ايش هابك كنن بوك تغوف انسكينو تسو قيين يعني انا ما عندي رغبي اني روح السينما ابدا او انو ما بدي روح السينما ما عندي رغبي بالروح على السينما كأنك عم تقول باللغة الالمانية ايش هابك كنن لست روف انسكينو تسو قيين او ايش هابك كنن لست انسكينو تسو قيين يعني انا ما عندي رغبي باني روح على السينما اذا بهذا الشكل منعبر عن هذا المصطلح باللغة الالمانية المصطلح اللي بعده هو بشويات بمثلا باللغة المانية دم او يعني دايما لما حدا من رفقاتك يعني بيبلاش مسلا عم يحكي وبيبلش يحكي شي يعني بيبلش يحكي شي غباء بتجي هون انت بتشكل له السؤال بالشكل التالي بتقول له يعني هل انت غبي او كانك عم تقول له يعني بالعامية غبي انت شي يعني هيك تستخدم هادا اه هاي الصفة ازم معناته دم او مسلا نفترض على سبيل المسال انك انت ماشي هلا وبدك تروح مسلا عن ليبلنج سلادن ليبلنج سلادن هو يعني المحل او المتجر السمان يعني لاحب عالبك اللي انت دايما بتروح تشتري عنده بتجي بتلاقيه مسلا بهاليوم اللي انت رايح تتسوى فيه مسكر بتجي بتقول تس استخبش شويات يعني هذا غباء يعني عن جد هذا الشي كتير غبي او هذا الشي كتير يعني جنون تمام اذن غباء هذا غباء اذن بهذا الشكل بنعبر عن هذا بنعبر عن هاي الصفة باللغة الالمانية ننتقل هلا للمصطلح اللي بعده المصطلح اللي بعده هو بماثلة باللغة الالمانية كان نعم قلو مسلا او كان نعم قلو يعني الاشياء عم تمشي بشكل كتير كويس عندك يعني امورك باللوز امورك تمام اذن هيك بنستخدمه هادا باللغة العربية او منقلو لك يا عمي نيالك ايه جخب هالنعم اذن لوجت باديه هيك بنستخدمه باللغة العربية لو نفترض انه هلا اجي لعندك رفي وقال لك حاستو شومت بكم دس ايش 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 جوب كفندن هاب تجي انت بتقولو ايشت لوجت باديه يعني اه انه عن جد كتير منيح يعني ماشي الامور معك او بتقولو شون لوجت باديه يعني كتير منيح الامور ماشي كويس عندك تمام يعني هو بيجي عندك بيجي لك خبرت انه انا لقيت لقيت شغل جديد تجي بتقولو يا سلام او كتير حلو لوجت باديه يعني الامور ماشي معك امورك باللوز اذا بهذا الشكل منعبر عنها المصطلحات هاي باللغة العامية هادا كان كل شي بيتعلق بحلقتنا لليوم لا تنسو دعم القناة ولا تنسونا اينا كمان من دعائكم وبشوفكم بخير انشاء الله لفجحات جاي فيه امان الله